شاهين يتحول من عاصفة لإعصار مداري والأرصاد العمانية تحذر حذرت هيئة الأرصاد العمانية من أن العاصفة المدارية شاهين تمركزة شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بحوالي 590 كم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة محذرة من تعمق العاصفة شاهين إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال البطنة حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية شاهين مساء الأحد 3 أكتبر 2021 وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مسحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة تتروح كميتها بين 150 إلى 600 ملي تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية ويتحول البحر تدرجان ابتداء من مساء غد السبت إلى شديدة لهيجان على سواحل السلطنة نسأل الله السلام